نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم مباشرة من قناة العيون وهذه أهم عنويها جلالة الملك محمد السادس يشرف بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للتعم الغذائي لشهر رمضان والاحتجاجات العارمة التي شهدتها مخيمة تندوف ضد قيادة البوليساريو لازالت حديث الشارع الصحراوي وسنتابع ضمن عرضنا الإخباري رواجا استثنائيا تشهده أسواق الأسماك في جليميم مع دخول شهر رمضان الفضيل أهلا بكم أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الأربعاء بحي القامرة بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للتعم الغذائي رمضان أربعين أربعمائة وألف والتي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك محمد نوار تعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعيتها شاشة كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآذر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي وسيستفيد هذه السنة من عملية رمضان ألف وأبعمائة واربعون التي رسد لها غلاف مالي بقيمة سبعين مليون درهم أكثر من اثنين مليون الشخص يتوزعون على ثلاثة وثمانين إقليم وعمالة بالمملكة وإن تمون إلى خمسمائة ألف أسرة منها أربعمائة ألف أسرة بالوسط القروي وأضحت هذه العملية المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الأوقاف الشهون الإسلامية التي بلغت هذه السنة نسختها العشرين موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة أسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين والذوي الاحتياجات الخاصة كما تنسجم مع البرامج الإنسانية لمؤسسة محمد الخامس لتضامن الرامية إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها والنهوض بثقافة التضامن ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية تمت تعبئة ألاف الأشخاص تدعمهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون من بينهم طلبة وأخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة لا سيما على مستوى لجنتين واحدة محلية والأخرى إقليمية تصهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغدائية كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس لتضامن من خلال المساهمة في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية فيما يسهر المكتب الوطني للسلام الصحي للمنتجات الغدائية من جانبه على مراقبة جودة المنتجات الغدائية الموزعة وتأتي عملية رمضان 1440 لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها صاحب الجلال الملك محمد السادس بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة تماشيا مع قيم وتعالم ديننا الإسلامي الحنيف وفي موضوع قضية الصحراء وكما نوهنا في نشارتنا السابقة تواصلت الاحتجاجات العرمة بمخيمات تندوف مع دخول الشهر رمضان ضد قرار قيادة البوليساريو بمنع تنقل الصحراويين ومصادرة حقهم في العيش الكريم التدخل العسكري لميليشيات البوليساريو الذي اشتاح المخيمات خلال اليومين الماضيين تم باستخدام آليات قتالية لفض اعتصام صحراويين في سابقة من نوعها تذكر بأحداث انتفاضة ثمان وثمانين وكانت نتيجته عشرات الإصابات والمعطوبين والمعتقلين في سجون الجبهة لنتابع هذه اللقطات المسربة من داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين تستمر اذا انتفاضة ساكنة مخيمات تندوف ضدا على سياسة القمع الممنهج في حق مواطنين عزل بفرض حصار على المخيمات ومنع مغادرتها لأي أسباب كانت حتى الإنسانية منها تقرير يوسف زعواطي نحو مزيد من الغليان تنبئ الأحداث المتواترة بمخيمات تندوف فمنذ انطلاق موجة الاحتجاجات العارمة والدائرة رحاها بلاونة الأخيرة في سابقة هي الأولى من نوعها وثقت لها مقاطع الفيديو المصلبة من داخل المخيمات أقدمت ميليشيا بوليساريو على استقدام آليات قتالية بالعتاد الثقيل لضحر جموع من المدنيين العزل عتاد لطالما أزبدت وأرعدت قيادة الجبهة وجوده في كامل الجاهزية لدك الخصوم ودحر العذا وما استأسد في وضح النهار سوى على النساء والشباب من الحالمين بأبسط مقاومات العيش الكريم والتي صدحت بها مطالب الحراك الاحتجاجي مجزلة إياها في حرية التنقل دون رحمة العسكر هاجى الناس وما عاد للخوف مأخذ في يوميات امتهان الآدمية وفساد القادة وخلفت الأحداث الدامية إصابات تفوق العد وعشرات المعطوبين وضعفهم من المعتقلين بسجن الذهيبية الذائع السيت على الأراضي الجزائرية يصوم ويفطر الصحراويون بتندوف الجزائر والقادة في ميليشيا بوليساريو يعرفون اليوم أكثر من أي وقت مضى ألا معمر للتندوف ولا مدنيين تستجدى بأسمائهم مليارات المساعدات حول العالم لو لا قبضة العسكر في سياق منفصل ومع حلول شهر الصيام مرواج استثنائيون تشوده أسواق الأسماك بجليميم مع الإقبالي الكبير المسجل على مختلف أصناف الأسماك التي تعد من الأطباق الأساسية المؤثثة لموائد إفطار الصائمين خلال هذا الشهر الكريم أسماك تسجل ارتفاعا قياسيا في أسعارها وهو ما يقد مطجع الصائمين حافظ محضار غالي القرحي وجمال الخصاصي جولة في سوق الأسماك بمدينة جليميم تؤكد وفرة العرض من هذه المادة المغذية التي لا تكاد تخل منها موائد إفطار الصائمين خلال الشهر الفضيلة أسماك من مختلف الأصناف بجودة وبكميات تستجيب لمستوى طلب وإقبال المواطنين على هذه المادة رغم الارتفاع المسجل في الأسعار ارتفاع بات مقترنا بشهر الصيام جميع أنواع السماك ممتازة كينا في السوق ديالا قلمين إن شاء الله والموجود واللي مهم قاعد جينا الحوت نقريبها بشاط حلويا كاجم سيدي يفنيه كاجم أقادي الحوت السيدي دابا كاي اللي قبل فرمدان ولكن كاي التمن دابا المواطنين شوية دابا كيقولوا الحوت راكي يجيدوا الناس المهم كاي اللي قبل الحوت الجودة كاينا طانطان يفني العيون كل شي موجود الجودة كاينا ولكن إنسان دابا عرفت في رمدان كيف أشدار البيع الشراء دابا كاي الإقبال ولكن إنسان غري يصبر دابا كاي التمن والتجارة دابا الحوت كاي الجودة حاجة الصائم إلى هذه المادة المغذية الغنية بالبروتينات خاصة بعد يوم صيام طويل يفسر مستوى وحجم الإقبال المسجل على أسواق الأسماك خلال هذا الشهر قياسا إلى باقي أشهر السنة وإن كان هاجس ارتفاع الأسعار يؤثر قلق المستهلكين ارتفاع يعزوه تجار السمك إلى بعد المصايد الأسماك فاتشهر المبارك الكريم كيكون شوية إقبال السمك بالنسبة للأتمينة كتكون طالعة شوية الثمن ماشي إحنا اللي كنطلع الثمن من المرصع من بلاصة ومن الجملة بسبة الجودة كتكون الجودة للأسماك تكون الجودة أحسب الطلب دين المواطن أنواع جميع أنواع السمك قيمه رونك رف جميع أنواع السمك اللي كتستهلك في رمضان حال الشيوات وكده جميع أنواع السمك موجودة ارتفاع إذن على مستوى سعار مختلف أنواع الأسماك مع انطلاق أيام شهر رمضان ارتفاع تكتوي به جوب المستهلكين الذين تبقى حاجتهم ملحة إلى هذه المادة الحيوية التي لا تكاد تستغني عنها موائد إفطارهم خلال شهر الصيام تربويا أسل السيطار بمدينة آسا على فعاليات الأبواب المفتوحة لمعهد التكوين المهني التي تعد موعدا سنويا يتيح لشباب المنطقة فرصة للتعرف واكتشاف طبيعة العرض التكويني المتاح بهذه المؤسسة والفرص التي تتيحها لتنمية قدرات ومهارات أبناء المنطقة لولوج سوق الشغل عامل الإقليم تفقد ورشات وعروض هذه الأبواب المفتوحة والتفاصيل في متابعة حفظ محضار محمد لمين القارح ومحمود الشراكي المعهد المتخصص للتكنولوجيا بآسا يفتح أبوابه لشباب الإقليم قصد اكتشاف مختلف الشعب والتخصصات المتاحة بهذه المؤسسة والتعرف على أفاقه المستقبلية أبواب مفتوحة قربت الزوار من تلميذات وتلاميذ مؤسسات المنطقة من طبيعة هذه التخصصات التقنية ومدى تنعغمها مع ميولات واختيارات أبناء هذا الإقليم أبواب مفتوحة لتكون مهني تمشيا مع توجيهات المالكية السامية المتعلقة بالتوجيه القبلي للتلاميذ والتلميذات وكذلك في إطار الاستراتيجية للمكسب تكون مهني وإنعى الشغل في شرح مناهج الشعب المتوفرة في المؤسسات الهدف من خلال هذه الأبواب المفتوحة هو نفتح الباب لجميع الزوار من الإقليم ومن خارج الإقليم للتعرف على عرض الشعب المتوفر لدينا في المؤسسات هذه الأبواب المفتوحة لمؤسسة التكوين المهني بآسة شكلت مناسبة لبسط طبيعة العرض التكويني المتوفر بهذا المعهد وأفاق تعزيزه بما يواكب تطلعات شباب المنطقة ورشات متخصصة ميدانية قربت الحضور من العرض التقني المتاح آنيا بالمؤسسة فرصة كذلك لشرح مستوى التطور الذي عرفه هذا القطاع على مستوى الإقليم على امتداد السنوات الأخيرة مجموعة من الورشات كانت ورشات الألمنيوم المحاسبة والجيسيون وميكانيك ونحن هنا في الضوء نشرح لجميع التلاميذ أولياء الأمور كما كانوا نعطون معلومات لكل شعب على حيث جاينا اليوم لكي نوضح بعض التطبيقات اللي قدرناهم في التكوين نستفيد حتى من بعض الحصص اللي كان قرأوهم في التكوين المهاني لكهرباء البناء أبواب مفتوحة إذن لمؤسسة التكوين المهني تسعى إلى إبراز الأهمية التي أصبح يحظى بها هذا القطاع الوعد الذي بات من الخيارات المفضلة للشباب لما يتيحهم من فرص تأهيل مهاراته في عديد الشعب والتخصصات المؤهلة لولوج سوق الشغل في السياق نفسه أضحت شعب التكوين المتاحة داخل مؤسسات التكوين المهني من الشعب ذات الأهمية في الوقت الراهن فإلى جانب ما توفره من تخصصات تسهم في دعم وتطوير الإمكانيات الذاتية لطلبتها تقدم تكوينات تنسجم مع فرص الشغل المتوفرة في سوق الشغل مؤسسات التكوين المهني بالجهات الجنوبية الثلاث تفتح أبوابها التواصلية والمنطلق من مدينة العيون المتابعة لعلي الكبش والصالح الرقيبي تعداد المهن العصرية والحرفية ممن كانت في الأمس ينظر لها غير نظرة اليوم ليس بالقليل فتكوين الزاد البشري فيها أوكل لمؤسسات التكوين المهني فضاءات تكوينية تضع على غرار العادة كل سنة ما تقدمه من تكوينات عملية تكسب طلبتها أساسيات التخصصات المهنية المختارة سلفا أمام الباحثين عن تفاصيلها كان بغير حتى الشعب اللي اسميتها الجيني كليماشيك وهاته خصوص كان غرف هذا المعهد الوحيد للعيون لك شي لستهدفت هذا المعهد بالضبط البنات حتى هما ولو محتكرين في سوق الشغل بحل ومحل الشباب في شعب مهنية وصناعية الهندسة التوبغرافية الشعب اللي احدثت مؤخرا من أجل تلبية الخاصة اللي كانت في المنطقة خصوصا كأنها أول بروموسيو اللي ستكون في الأقاليم الجنوبية كاملة في دل تطور العمراء اللي كانت تحضي بها المنطقة في المجال ديالة البيتي بيلي والمجال ديالة الباطئة متخابب لك في المجال التعمير شعب مهنية متلائمة مع توجهات سوق العمل تعكف عليها مؤسسات أنيطة بعملها تكوين طلبتها مهنيا بالشرح والتفصيل تقدم مسارات التكوين وكيفيات ولوجها كما أفاق ما بعد التحصيل والمثابرة أفاق ترتبط بممكنات الخريجين وترسانتهم المعرفية على امتداد سنوات التعلم المتاحة بين ورشاتها انطلقت عملية التشجيل بمختلف معاهد جهة العيون الساقية الحمراء والتي تتميز هذه السنة بوجود عدد من الشعب اللي هي هامة وهامة جدا وجديدة خصوصا في مستوى التقني المتخصص والتقني واللي كتراعي سوق الشغل وكتماشى مع التوجهات الجديدة اللي كان في خارطة الطريق الجديدة في قطاع التكوين ومكتب التكوين المهني عن الشغل بصفة عامة أبواب فتحت وفي فتحها استمرار في تقريب ما تحتويه وراءها من تكوينات عملية تعزز فرص التلاميذ في مواصلة تعلم الشعب العصرية أو اكتساب مهارات المهن الحرفية تربويا دائما نظمت جمعية الشباب الفاعل اجتماعيا بالداخل بتنسيق مع مجلس دار الشباب أم تونسي وبدعم من جهة الداخل والذهب نشاطا ثقافيا تربويا ترفيهيا لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالجهة من أجل حثهم على الطلب العلمي وعلى التنفس الإيجابي النشاط التربوي يأتي في إطار تشجيع التمدرس والتعلم كما يأتي في إطار الأنشطات التربوية التي تنظمها الجمعية وهذا العمل الذي آثرت جمعية الشباب الفاعل استماعيا تقوم به من أجل فلذات أكبادنا ودعمهم كما هو معلوم فإن طلب العلم والتفوق العلمي هو سر تفوق السعوب وبالتالي آثرنا أن نعمل على هذا النشاط وتلقينه لتلاميذتنا بجهة الداخل والذهب من أجل أن يقدموا خدمة جليلة في المستقبل القريب خدمة جليلة تقوم على خدمة الوطن وقضاء مصالح العباد أما في إطار أنشطتها التحسيسية والتوعوية فقد نظم الهلال الأحمر المغربي بشراكة وتنسيق مع الاتحاد الإقليمي لفروع المنظمات والجمعيات التربوية بالعيون أمسية توعوية تضمنت ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة أطرها التربوية همت كيفية التعامل مع الألغام والأجسام المشتبه فيها تفاصيل أكثر في روبرتاج لسنة بن ناوي محمد مولود من لا يخاف منظمة الهلال الأحمر المغربية العيون السقي الحمراء لطالما سعت للحد من مخاطر الآفات الكبرى بالتأهب لمواجهتها وضرء تضاعيتها الحد من مخاطر الألغام وكيفية التعامل معها والإسعافة الأولية موضوع هذه الأمسية التوعوية التي شملت دروسا نظرية وتطبيقية في هذا المجال في إطار البر مجلس طرول هلال الأحمر المغربي واللي هو كيتزامن مع اليوم العالمي لحد من مخاطر الألغام أباتي لأن تشارك جمعيات الكشفية لنظرة للدولة تقوم بها من خلال رحلاتها من خلال زيارتها لبعض الأماكن النائية ومخيماتها الصيفية باش تتناقش معها وباش تتوعيها وتعطيها يوم تحسيسي طبيعة حال مخاطر الألغام اللي هي من تشرم طبيعة حال في بعض الأماكن لدينا اليوم واحد كوكتير اللي قد تستفد منه الكشفيات بجميع أنواعها وبجميع صفاتها أننا نحن المطلوب من الكشاف بأن يكون واحد الموسوعة أولاً يكون إسعافي يكون جميع المميزات اللي تخليه كيقوم القدرات دياله للقدرات النفسية ولا الاجتماعية ولا الحركية كي يكون كي يتميز بها لأن الكشاف عنده واحد الأمان اللي هي مجموعة ديالأطفال بمختلف مستوياتهم وأعمارهم اللي كانت منهم يقدم لهم وهذا هو دورنا كهيلة الأحمل المغربي فهد الأمسية اليوم نشاط تكويني سيساهم في توعية الكشافة وأيضاً سيساهم في الحد من مخاطر الألغام التي قد تودي بحياة الكثيرين كما قد ينتج عنها ضحايا مصابين بعاهة مستدمة من جراء انفجار الألغام أما اللحظة فنتوقف مع قراءة في الصحف الصادرة يوم غد بحول الله في قراءة للزميل محمد التاروزي نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية وكتبت انتهت حملة الاعتقالات التي طالت المحتجين بمخيمات تندوف الأسبوع الماضي بفضيحة بعد إطلاق صراح عدد منهم تحت ضغط الاحتجاجات وتنبيهات المنظمات الحقوقية واستفسارات الجهزة من نورسو بتندوف وكشفت الأحداث المغربية أن قيادة البوليساريو لم تجد بدا من الإفراج مسائل اثنين عن عشرة أشخاص من المعتقلين على ذمة هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من احتجاز دون توجيه أي تهمة لكن المفاجأة كانت بتواجد أسماء لم يكن المحتجون يعلمون باعتقالها الفضيحة كشفت عن وجود موظف يعمل بإحدى فروع منظمة غوث اللاجئين بيتندوف الذي ضاعت أخباره بين عائلته التي كانت تعتقد أنه في رحلة معتادة بين المخيمات بحسب الصحيفة وإلى صحيفة إيسبريس إليكترونيا حيث كتبت التواصل مأسي الصحراويين بالمخيمات تندوف فبعد الاحتجاجات التي شهدتها المخيمات لقي أشاب الصحراوي حتفه بشكل مأسوي بعد محاولة هروب جماعية من مخيمات تندوف حيث أقدم خفصة شبان صحراوي في مخيمات تندوف على محاولة الهروب لكن سيارتهم التي سلكوا بها ممرا سريا غير مرخص بالعبور منه تعطلت وعجزوا عن إصلاحها ما جعلهم يتفرقون من كتبان الصحراء أملا في نجاته قبل أن تتهي رحلتهم بمأساته ليتم العثور بعد بحث مضن على أربعة من الصحراويين الفارين ويوم الإثنين الماضي عثر على خامسهم متوفى بالسبب العطش بحسب الصحيفة دائما وإلى صحيفة رسالة الأمة حيث كتبت ندد جمعية أصدقاء المملكة المغربية في الأرجوتيين أمس الإثنين بالقمع الوحيي ممانس من قبل البوليسال ضد المحتجزين في مخيمة تندوف حيث يتعرضون بشكل يومي لمختلف أصناف التعذيب والحرباء من حقوقهم الأساسية تقول الصحيفة وأبرزت الجمعية الأرجوتيين في بيان أن المجتمع الدولي برمتهم مطالب بالتحرك من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بتندوف وفرض تطبيق الألية المناسبة التي تمكن من إحصاء الساكنة بهذه المخيمات ونختم بيومية الأخبار والتي كتبت في عددها الصدر يوم غدا الخميس بأن حوالي 13 شخصا وقفوا ضد إتمام إجراءة إخراج وثائق التحفيظ العقاري لمدينة طنطان وذلك بعدما وضعوا تعرضاتهم ضد إدارة أملاك الدولة بعدما قامت هذه الأخيرة بمطلب لتحفيظ مساحة تقدر بـ 2600 هكتار تشمل المدينة وأحيائها وذكرت الأخبار بأن 13 شخصا من بينهم نافذون ومنتخبون ورجال مال وأعمال رفضوا التنازل عن تعرضاتهم من أجل فسح المجال لإخراج التحفيظ العقاري لمدينة طنطان انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمال إحسن بن الحسين عن عمر يناهز التسعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة ييتوسا يدوتيا كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير الطرنيشي والمحمد سالم الدنبار كل دعي اللال عن عمر يناهز الثلاثة والثمانين سنة الفقيد ينتمي لقابلة الزرافيط كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد نبارك الفغير والدبو جمع عن عمر يناهز ثنين وسبعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة تيتلحسن أيتبوكزات وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيدي ولد ديش محمود والسيدي يوسف عن عمر يناهز ثمانية والاربعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة زرغيين كما انتقلت لعفو الله تعالى المرحومة لالة عزيزة من تعبد المجيد دحمد ولد الصديق عزريت درقيت عن عمر يناهز الثمانية والثمانين السنة الفقيدة تنتمي لقبيلة في لالة تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنانه وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون أما الآن فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد بمشيئة الله حيث ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة الصحب وأجواء مجمسة في عموم الأقالم الجنوبية درجات الحرارة المسجلة اليوم غد بحول الله نستهلها من العاصمة الرباط وستكون في حدود 25 درجة بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة في بعض مدن الأقالم الجنوبية بيكليميم 28 درجة، الطنطان 25 درجة، العيون 29 درجة، أسمار 36 درجة، وبيبوشدور 24 درجة بالداخل 28 درجة، وأوسرد ستسجل 39 درجة، وبالكويرة 28 درجة مرتقبة بإذن الله حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية شرق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة السادسة صباحاً واثنتين عشرة دقيقة أما الغروب فسيكون بمشيئة الله على الساعة السابعة مساء وخمسة وعشرين دقيقة بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا نستهلها من العاصمة الموريتانية نواكشوت بأربعين درجة نواديبو 43 درجة، زويرات 40 درجة، تندوف 37 درجة، وأخيراً بالعاصمة المالية باماكو ستكون في حدود الواحدة والأربعين درجة ولمن فاتته متابعة نشرة الأخبار نذكركم بأهم عنوينها جلالة الملك محمد السادس يشرف بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي لشهر رمضان موسيقى وكنا قد تابعنا في النشرة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مخيمات تندوف ضد قيادة الفوليساريو لا زالت حديث الشارع الصحراوي موسيقى كما تابعنا ضد طن عرضنا الإخباري رواجاً استثنائياً تشهده أسواق الأسماك بجليميم مع دخول الشهر رمضان الفضيل موسيقى نهاية النشرة شكراً عليكم وعلى حسن المتابعة وإلى اللقاء